صباح الخير نهاردة يعني متعرضين لعاصفة سلجية الجو صعب خالص بس في مشوية لازم تتقضي والناس بتروح وتيجي والجو ما بيأسرش في حد صباح الخير نوارا من الساعة مكان كيشان دي في القوضة نسيبه مكانها ايه توتا ايه 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 عالش عالش بوكه يمكن الجو يتحسن موسيقى صباح الخير يوم جديد بداية جديدة والنهاردة الدنيا والجو كده مش مظبوط بس طبعا ما ينفعش نشتكي لان دي حاجة مش في ادينا ومفيش في ادينا ان احنا نغيرها لازم نتكيف معها واعتقد ان البني ادمين من اكتر الكائنات اللي خلقها ربنا قادرة على التكيف بس مش ده الموضوع اللي انا كنت عايز اتكلم عليه مبارح جوزي وابني كانوا بيعملوا حاجة بالحبر ووقع الحبر على الارض وعلى تربست المكوى فكت انا في قط النوم خرجت فلايت ابني بصص ماما 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 فجوزي بيقول له ايه ده اصبر فانا بقول لهم في ايه قالولي في حبر وقع طب الحقوب بسرعة قبل ما يبقع مش عارف ايه ده وقع كمان على تربست المكوى قلت لهم كويس خير بركة انا كنت اصلا عايزة اغسل الكفر بتاع تربست المكوى فلاقيت جوزي بيبص الابني وقال له مش قلتلك قلت لهم في ايه فجوزي قال لي ان ابني كان خايف من رد فعلي وده فكرني برسالة او تعليق مش فكرة من تعليقات او من رسائل احدى المتابعات القناة بتاعتي على اليوتيوب وبتشتكي من انها عصبية مع جوزها وولدها وعلى فكرة دي شكوى عامة تقريبا مش عايزة اعممها في كل الجنسيات لكن عندنا الست المصرية بصراحة بتتعصب جامد قوي وعصبية جامد جدا خصوصا الاعتقد اللي في المدن الكبيرة لان الضغط اللي علينا بيبقى كبير قوي وكمان البيئة اللي احنا تربينا فيها وهل امهاتنا وجداتنا كانوا عصبيات ولا لأ انا بتكلم معاكم دلوقتي انا بتكلم بهدوء وبتكلم بعقل وبتكلم برزانة لكن انتم مشوفتوش موقف انا تعصبت فيه انا تعصبت كتير جدا اتعصبت كتير جدا في البيت اتعصبت كتير جدا مع اولادي مع جوزي لكن بحاول ان انا المواقف دي تبقى محدودة لاني دايما في اي خصلة من خصال البني ادم بفكر هل هي طبع ولا مكتسبة هل انا اتولدت كده عصبية ولا انا اكتسبت ده ومن كذا سنة ولادي وهم صغيرين لغاية سن 3-4 سنين طبعا اشقية وبيتنططوا وما فيش حاجة في اليوم تشغلهم كتير قوي عن اللعب والتنطيد فكنت بتعصب كتير قوي وكان ضغطي بيعلم في الفترة دي اعتقد ابني صغير كان سنتين او 3 سنين اكبر منه بسنتين وقفت كده مرة مع نفسي كان ضغطي عالي قوي 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 برضو من موقف حصل وكسروا حاجة ووزوا الدنيا والحادث الشهير لما كان عنده سنة دلق ازازة زيت كبيرة قدي كده في المطبخ والغاية ما مشينا من الشقة دي ريحة المطبخ بتاعي زيت مهما غسلت مهما عملت مهما يعني كان نايس اجيب يعود كابريتو وولع فيه فاي حد مقيم نفسه على انه عصبي يفكر هل انا تولدت عصبي ولا دي عادة انا اكتسبتها احيانا بنكتسب هذه العادة من امهاتنا لان امهاتنا كانوا بيشخوتوا فينا وكانوا بيتعصبوا علينا فده اللي تبرمج فينا من صغرنا المرحلة التانية بقى بعد ما نقيم ده هو ان احنا نسأل نفسنا ايه الكوست بنيفت يعني ايه التمن اللي انا بدفعه ايه النفع او المنفع اللي عيد علي من هذه الخصلة الكوست اللي انا بدفعه بدفعه من صحتي من اعصابي من ضغطي من حب اولادي لي من نظرتهم لي من علاقتي انا وجوزي دي كلها التمن انا بدفعه والمنفع هل ولادي تقدبه هل علاقتي مع جوزي تحسنت هل اي حاجة في الفترة دي خدت قرار غريب جدا 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 قرار ان انا اوش وش هتقولوا ايه ايه اللعبات اللي بتقولها دي عشان اجبر نفسي ان انا اهدي التون بتاعي وان انا متعصبش كان لازم اعمل حاجة اقوى لو قلت لو قلت لحد هدي نفسك هدي نفسك هتلاقيه تعصب اكتر فكلمة هدي نفسك دي او هدي نفسك يا حنان بيني وبين نفسي ما نفعتش وطي صوتك برضو ما نفعتش اللي نفع معايا وجربوه يمكن ينفع معاكم ان احنا نوش وش احنا نوش وش لكن مش بانكسار وابتدينا نوطي صوتنا جوزك بيزع ويهلل وبتاع مش عارف ايه لا اصلا مش عارف ايه ايه بتقولي ايه لا اصلا كذا 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 حبيبي روح لبسك اسمعنك عشان مش هين ايه هنخرج يلا تخيلوا الوش وشة كمان فيها حاجة ضريفة قوي ان احنا بنحس ان احنا فيها علاقة خاصة بيننا وبين الشخص اللي احنا بنوش وشه كأنه سر مش عايزين الناس تسمعها هتسمع اللي احنا بنقوله وممكن يتحول لحاجة خفيفة الظل في امراض نفسية ظاهرة من ظاهرها او عرض من اعراضها هو العصبية زي الناس اللي بيبع عندها بايبولر لكن دي امراض نفسية امراض عقلية انا بتكلم على الناس العادية فما يجيش اي حد بقى متعصى بيقول اصلا انا عندي حالة نفسية او ان انا كذا مش دا اللي انا بقوله اللي انا بقوله ان احنا لو شكين ولو نص في المية انه ممكن يكون اللي احنا فيه دا من حالة نفسية او من حالة عقلية عقلية مش معناه مجنون المرض العقلي مش معناه مجنون احنا مش فاهمين حاجة احنا في مجتمعاتنا مش فاهمين حاجة بصراحة اه 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 المخ خلايا والخلايا دي بتتغزى والخلايا دي فيه كيميائية معينة فيها وفيه سيجنالز كهرباء ماشية فيها لما بيحصل اي اختلال من الاختلالات دي اه اه لو سببه عضوي بيبقى مرض عقلي لو سببه نفسي بيبقى مرض نفسي اه لو استدعى الامر نتكلم مع حد متخصص انا مش متخصصة فمحدش يكتب لي اسئلة عن الحاجات دي لكن انا بقولكم ان لو احنا حاسين ان الموضوع زيادة قوي 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 ومش قادرين نسيطر عليه اه نفكر يمكن يكون هو دا السبب ولكن لو هو عرض بيحصل في اليوم يوم عرف سيطر عليه ويوم ما عرفش سيطر عليه يوم ثلاثة اربعة تيام ببقى ماشية كويسة ويحصل حاجة ويتقام فجر لو هو بالشكل دا يبقى هو مجرد عادة تخيلوا اكتشفت ان القلق عادة والتوتر عادة والعصبية عادة اه انا اليومين دول عادة عمالة اقرأ في كتاب القلق اه من ضمن الحاجات الي قاريتها في الكتاب ان هذه المشاعر السلبية لما لما نشعر بيها مرة في مرة في مرة في مرة بتتحول لعادة فزي الي بيحب شرب القهوة زي الي بيشرب سجاير يقول دا عادة سيئة المشاعر نفسها الي احنا بنحسها عادة و بتدينا مواد معينة في مخنا فيه الي بيزود الهرمونات بتاعت السعادة او الاندروفينات بتاعت السعادة وفيه الي بيزود الهرمونز بتاعت الادفانشر والخطر فبند من هذا الاحساس فا اول خطوة ان احنا لازم نقيم هل انا اتولدت كده ولا دي حاجة انا اكتسبتها من مامتي من بابايا من الجو اللي انا اتربيت فيه من الجو اللي انا اشتغلت فيه الحاجة التانية ان انا اعمل تقييم للمنفعة والعائد وصاد التمن اللي انا بدفعه كل حاجة احنا بنعملها فيه تمن بندفعه عشان نعمل هذه الحاجة وفيه منفعة بنجنيها من اللي احنا بنعمله ده فلازم نفكر طيب لو خلصنا الى ان ده حاجة الكوست بتاعها غالي قوي 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 من راحتي من اعصابي من كل حاجة من علاقتي بابني من علاقتي بجوزي من علاقتي بحماتي من علاقتي بامي من علاقتي بكذا لو انا في الشغل من علاقتي بموظفيني قصاد المنفعة هل السلوكيات بتاعت الناس بتتحسن لا ما بتتحسنش هل كذا هل كذا هل كذا لا مدام عرفنا من جوانا ان حبندفع تمن كبير قوي قصاد منفعة قليلة بل بالعكس ممكن ما يكونش فيه نفعة اصلا هنبتدي تتغير نظرتنا لسلوكنا ده ونبتدي كل ما نبقى على وشك ان احنا ننفجر نفتكر احنا بندفع تمن كبير قوي قصاد منفعة قليلة قوي او احيانا ما فيش منفعة اصلا نبتدي نحدى الحاجة التانية ان احنا نستبدل هذا السلوك بسلوك تاني انا استبدلته بالوشوشة وحاجة تانية كمان ان انا استبدلته ان انا بقيت ابص للمشكلة وقبل مععد اندب على المشكلة افكر ازاي حل المشكلة ودي محتاجة تدريب ومحتاجة مجهود مننا زي ما حصل هما دلقوا الحبر هل الموقف كان سهل لا الموقف كان صعب جدا جدا انتخيلوا الارض بتاعتي عليها حبر وطرابست المكوى اللي حنحط عليها دومنا عليها حبر اه ده غير طبعا الحاجات التانية اللي بوزوها ورق ومش عارف ايه والرخامة بتاعت المطبخ وحاجات كتير هل هما كانوا قصدين لا ما كانوش قصدين هو اساء التصرف منهم هل لو انا تعصبت وقعدت زع فيهم وكمان ممكن بقى اشتم مثلا ولا اقول كلام جارح ولا اقول اي حاجة هل الموقف هيتحل الموقف مش هيتحل ولا حاجة اه وقيت على ترابست المكوى هناخدها نخسلها وكده كده في نهاية الامر انا هخسلها فلما اولادي او اي حد بيعمل حاجة حتى في الشغل كمان اهم حاجة عندي انه ما يكونش عاملها متعمل ده الحاجات اللي ممكن تخليني انفجر او ان انا اقول ما تعملش كذا ويعملوا برضو ان انا اقول تحذير ان انا اقول امر لا ده ما يتعملش ويعملوا برضو بس في الانفجار برضو احاول اكون موضوعية ولم الحريقة ما تولعش في الدنيا كلها مدام مش متعمد مدام ما عملش عكس اللي انا قلته في ناس احيانا بنتعامل معاها اكبر مننا وليها قدر وممكن تعمل حاجات عكس اللي احنا طلبناها منهم او تعمل حاجات احنا طلبناها انهم ما يعملوهاش طبعا بنقيم العلاقة وبنقيم مدى الاحترام مدام حد اكبر مني فيه شخص مرة عمل حاجة معينة انا قلت له ده بالذات لا هذا الامر بالذات لا واكتشفت بعد كده انه عمل اللي انا قلت له ما يعملوهوش وبصراحة انفجرت انفجرت جدا جدا ولاني كنت من جواي زعلانة قوي 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 لاني حسيت ان ده نوع من خيانة الثقة انا وثقت فيك في حاجة معينة وقلت لك ده بالذات ما تعملوش وانت روحت ها اعملت هذا الامر فده خيانة ثقة دي بتبقى حاجة وحشة قوي 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 الانفجار اللي انا انفجرته في اليوم ده هل حل الموضوع؟ ما حلش الموضوع سوق العلاقة بيني وبين هذا الشخص لولا ما هديت لولا ما ضغطي وضي لولا ما استجمعت الطاقة اللي انا محتاجاها عشان افكر وابتديت احط بدائل وحلول انت تتصل بفلان وتقول له كذا 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 وانت تعمل كذا وهنعمل كذا وخلاص هنخلص الموضوع فده فيما يخص العصبية النقطة التانية بقى ان في حد انا بحبش كلمة حد يعني اسلوب ركيك بس من كتر ما هتكرر لقيتني انا نفسي بقوله من فاش نقول لقيت حد بيعمل كذا 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 لقيت انسان لقيت انسان لقيت رجل لقيت امرأة لقيت شخص فانا هحاول اشيل الكلمة دي بصراح بقيت بتعصبني واحنا بنتكلم على العصبية فالحال ان انا هحاول الاقي بدال فيه متابع من متابعين يبعت لي ايميل وبيقول لي انت من احسن مدربين التنمية البشرية اللي عثرت عليهم او لقيتهم على اليوتيوب اول حاجة انا مش بتاعي التنمية البشرية انا مش مدربة تنمية البشرية اديت ووركشوبس اديت حاجات ادرت ليه انا بتنصل من ان انا اكون مدربة تنمية البشرية لان اي حد دلوقتي بايقول على نفسه ان هو مدرب تنمية البشرية من زمان قوي على فكرة من ايام التسعينات من ايام الالفنات الفترة اللي انا اشتغلت فيها كان فيه مركز الابداع مراكز الابداع التميز الامتياز المش عارف ايه والناس دي اساسا ما كانوش نجحين وكانوا بينسبوا لنفسهم حاجات ما عملوهاش ازاي اروح اتعلم من واحد ازاي بقى ناجح ومعليش يعني هو ما نجحش ازاي اتعلم من حد ازاي بقى غني وهو ما وصلش للغنى بتاعه الا لما ابتدى يعلم الناس ازاي بقى اغنية الناس اللي انا شخصيا بسمع لها هي الناس اللي ليها خبرة حقيقية ونجحات حقيقية حد بيتكلم اه قلت تاني حد لما بسمع لشخص ما بيتكلم عن الادارة وعمره ما دخل انه بقى مدير يعني انت هل انت فعلا قابلت المشاكل رحت في يوم من الايام لقيت مجلس الادارة فوق دماغك بيطلبك بحاجات معينة والموظفين اللي تحت منك كسالة هل عرفت تعين ناس هل عرفت تعمل تيم الناس اللي بتدي الوركشوبس او الكورسات في بناء فرق العمل انت فعلا رحت بنيت تيم رحت جمعت فلان وفلان وفلان وجبتهم كده مع بعض وعملته شغل وعملته بروشكت وخلصتوه وأنجستوه وسلمتوه ونجح ولا فشل ولما نجح عملت ايه ولما فشل عملت ايه ما فيش الكلام دي بقددت نسمعه ليه ده انا اسمعه ازاي اصلا اتعلم منه ازاي اه الحاجة التانية كمان ان عشان اكون مدربة تنمية بشرية في شهادات معينة لازم تبتاخد انا شهاداتي باختصار طبعا بكالوريوس الحندسة خمس سنين خدت دورة في ادارة الجودة في ضبط الجودة سوري في فرق ما بين ادارة الجودة وضبط الجودة انا خدت اول حاجة في ضبط الجودة ومن خلال شغلي خدت شوية كورسات تانية ودورات تانية ورش عمل تانية لكن انا بكلم عن الشهادات في فرق ما بين شهادة حضور واحد راح خضر دورة تدريبية وشهادة اكتياز يعني كان فيها امتحان كان فيها مذاكرة كان فيها حل كان فيها كذا 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 فالبكالوريوس شهادة ضبط الجودة في ادارة الجودة مدقق جودة معتمد في ادارة المشروعات انا مدير مشروعات معتمد من زمان في الماستر بتاعي معايا تلاتة واحد في ادارة الاعمال واثناء ما انا بعمل ماجستير ادارة الاعمال تخصصت جوه في او او ده كان تخصصي يعني في القيادة في القيادة المؤسسية او ومن ضمنها بقى اخدت في الماركتنج والانترناشنال ماركتنج والكلام ده اخدت شهادات تانية وحاجات تانية لكن عشان اكون مدرب تنمية بشرية معتمد من جهة اعتماد ما تكونش جاعة كده في الكلتش جاية من تحت السلم انا مش معتمدة يمكن عندي الخبرة درست بعض الدورات اشتغلت بنفسي في الحاجات دي لكن انا مش مدربة تانية بشرية معتمدة حلوة قوي ان احنا نتكلم وان احنا نلاقي حد اسلوبه ظريف واسلوبه حلو بيتكلمه مش عارف ايه والكلام ده لكن مهم جدا ان احنا نقيم احنا بنسمع لمن لما شخصي يتكلم عن الامتياز او التميز او الابداع وهو عمره ما عمل حاجة في هذه المجالات في الانوبيشن انوبيشن 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 لو الابداع وهو لا انشأ شركة انشأت عملت منتجات فيها انوبيشن ولا ابداع ولا اه اه عمل فرق عمل تشتغل في الانوبيشن والابداع وكله كلام عايم مفيش خطوات واحد اين تلاتة اربعة لما حد مثلا يتكلم عن الادارة وهو مش مدير فخدوا بالكم قوي من النصائح ممكن يبقى فيه كلام حلو قوي كلام حلو قوي كلام حلو قوي لكن في نهاية اليوم لا يثمن لا ثاني واحد لا يثمن من السمن يعني ما يربربش الواحد كده ولا يغني من جوع وما يسدش جوع حد فاخدوا بالكم اللي انتو بتتعلموا بتتعلموا من مين وما تضيعوش وقتكم مع ناس مش مؤهلة سواء بالدراسة او بالخبرة انا عندي ان انا اسمع لشخص عنده ستين سنة لكن عد بكل الحاجات دي واشتغل فعلا ولا ان انا اسمع لشاب عشرين سنة ما عملش شغل حقيقي ما نجحش نجاح حقيقي ما بناش حياته لسه ما ينفعش لمجرد ان ده بيتكلم كلام حلو واخدوا قص ولزق من كورسات اجنبية او من كذا ممكن اسمع للي عنده عشرين سنة دوة لو بيتكلم مثلا في حاجة في الاي تي انا ما درستش الحاجة اللي هو درسها ودي حصلت انا اكتر واحدة بعين تحت مني شباب لان انا عايزة الطاقة دي عايزة الحاجات الجديدة اللي هم تعلموها اللي انا ما تعلمتهاش وهم بيكوني لان انا بعرف ازاي ندير مشروع بعرف ايه المشاكل اللي ممكن تقابلنا قبل ما تقابلنا ايه الاعتراضات اللي ممكن تواجهنا واحنا بنكلم عميل ما قبل ما يعترض على اللي احنا بنقوله فدي كانت حاجة كده في معرض الحديث بس تقريبا شكلي قاعدت عشر دقيقة اتكلم عنها المهم هنروح نكمل اشغالنا ونروح بقى لشغلنا ونشوف وكنت مخططة النهاردة ان انا اروح ازور صديقة مريضة فحشوف الجو حيعمل ازاي مش عايزة الموضوع ده يثنيني الجو يثنيني على ان انا ازورها يعني دي تاني ورا ناجل الزيارة دية فيعني ادعو لي ان ربنا يسهل والجو يتحسن اشوفكم بعد شوي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة